بمباركة عدد من الأساقفة والأباء الكهنة وتحت شعار لنسر معا أقيم مخيم للشبيبة في قرية كرملش بمحافظة نينوى في العراق ابتدأت فعاليات المخيم بكلمة ترحبية من قبل السادة الأساقفة مشجعين الشبيبة على الانفتاح على الآخر وإبداء الرأي دون خجل كما تضمنت فقرات المخيم عدة نشاطات وفعاليات منها فقرة عيش الحب وصلاة السجود للقربان المقدس ورتبة التوبة ومشاركة الشبيبة بوضع بصمتهم على العجين الذي استخدم لصنع القربان المقدس هذا وقام الشبيبة بعدة جولات داخل قرية كرملش شملت مزار القديسة بربارة ثم انطلقوا إلى قرقوش لزيارة عدة كنائس فيها وتعرفوا على حياة الرهبان في دير يسوع الفادي واختتم المخيم في حدائق القديسة بربارة بالدبكات والمصابقات وتوزيع هدايا تذكرية للمشاركين بجو ساده الفرح والسرور